تعرف حضرتك الدولة بالعادي تهتم بشكل عام بالأمن العام للمواطن حالياً أصبح هناك شيء اسمه الأمن السبراني أو الأمن المتعلق بهذا العالم الجديد أو الفضاء الجديد هذا القانون مهم جداً وتنبع أهميته أنه أحد القوانين التي تتعلق بحقوق الإنسان هذا القانون يرتبط بالشخص مباشرة يرتبط بحماية أحد عوامل الشخصية الإنسانية لنفترض أن أحد اللصوص أراد الدخول إلى منزل شخص هذا المنزل مصان محمي في ضوابط لمنع اللصوص من الدخول ألا أن اللصوص استطاع التسلق وكان هدفه الأساسي هو سرقة المال أو المجوهرات أو أي شيء سميم في المنزل حينما دخل إلى المنزل دخل إلى غرفة النوم فوجد سيدة المنزل نائمة في وضع لا تظهر به للعامل في وضع خاص جداً المسروق منه هو أمام حالتين تعرض لحالتين من الأذية الأولى جرم انصب على المال المسروق والجرم الثاني انصب على شيء شخصي ألا وهو النظر إلى هذه الزوجة بطريقة لا تجوز شيء خاص انتهكت الخصوصية هنا الإنسان الطبيعي يعني لكي تفهم الناس بشكل عام المقصود بالشخص الطبيعي أي أنه مثل ما بيقولوا بالعاملية البني آدم أما الهيئات أو المؤسسات وهذا ورد بالتعريف يعني ممكن أن أحطه من ضمن الأسئلة صحيح موضوع التعريف أنه صاحب البيانات الشخصية يجب أن يكون شخص طبيعي تماماً هذا للتوضيح موضوع بأن يكون صاحب البيانات الشخصية مشاهدينه هو موضوع شخص طبيعي يعني من سيقرأ القانون على الورق ويقرأ هذه العبارة يجب أن توضح ما هو المقصود بالشخص الطبيعي هو الشخص الفرد يعني بهذا المعنى الفرد نعم الإنسان كما نقول البني آدم للتوضيح أكثر للتوضيح للعموم للعموم يعني اليوم القانون غير ساري المفعول حالياً ما كل القوانين بدأ تعليمات تنفيذها تماماً ولكن بعض القوانين التي هي بحاجة لهذا الموضوع تطرح لها قوانين تنفيذية حتى يصبح هذا القانون ساري المفعول لذلك هذا القانون لم يطبق حتى هذه اللحظة حتى تصدر تعليماته التنفيذية لا شرط عدم التطبيق هو القانون لما صدر في نص في آخر القانون أنه يبدأ وينفاذه من 1.1.2025 في تحديد طبعاً وهذا التحديد كان مقصود الغاية من هذا التحديد إعطاء فرصة للجهات التي ستنضغل تحت هذا القانون حتى لتركب أوراقها بشكل جديد لأن هذا الأمر يريد إجراءات ويريد وقت لحظة لأنه لا يوجد أن تخيل أنه صدر مباشرة وكان نافذ مباشرة من ثاني يوم أنت كان فيك ترفع دعاوة على ترجمة نانسي قنقر